في زيارته الثانية لساحل حضرموت بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الإعلامية والكوادر الحضرمية التي أسهمت في إثراء الفن والثقافة والمسرح بحضرموت إضافة إلى مشاركته في بعض الفعاليات الثقافية والفنية بمدينة المكلة المزيد في هذا التقرير الذي أعاد زملاء من غرفة الأخبار زيارة هي ثانية لوزير الإعلام والثقافة والسياحة لساحل حضرموت بعد تحريره من عناصر التنظيمات الإرهابية وبسط قوات النخبة الحضرمية سيطرتها على ساحل المحافظة المتمتع بالاستقرار أمنيا الوزير الإرياني قام بزيارة تفقدية لعدد من مبدعي وكوادر حضرموت في مجالات الفن والشعر والإعلام والمسرح تكريما لجهودهم ومشوار عطائهم في خدمة الوطن وإسهامهم في الرقي بالذائقة التربية والشعرية والإعلامية والمسرحية بتجرد وإخلاص الوزير شهد في المسرح الوطني بمدينة المكلة الحفل الختامي لبطولة حضرموت الثقافية الخامسة للأندي الرياضية وقام بتكريم الفرق الفائزة في البطولة والتي كانت من نصيب الفريق الثقافي بالنادي الأهلي بغيب وزير الذي حاز كأس البطولة لكن ما أثار استهجان الشارع الحضرمي هو تكريم رئيس فرع حزب المؤتمر اليمني في حضرموت في هذه الاحتفالية الرياضية وعودة رموز الأحزاب اليمنية للواجهة بعد سنوات من نفذ المجتمع الحضرمي لهم المرافق والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة كانت لها نصيب الأسد من زيارة الوزير الإرياني كيف لا وهي التي تندرج ضمن المرافق التي تقع تحت وزارته وفي صلب مهامه لكن وبحسب مصادر خاصة فقد عمد الوزير الإرياني خلال زيارته للمرافق الإعلامية إلى دفع مكافآت مجزية للعملين في هذه المرافق والتي عللها ناشطون بمحاولة الوزير المنتمي لجماعة الإخوان بكسب الولاءات وتحسين صورة الأحزاب اليمنية التي ازداد نشاطها في الأوينة الأخيرة وظهرت تحرقاتهم للعلن في ساحل حضرموت